بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد ما زلت أحبتي معكم نركب ونستقل قطار رمضان الذي سيقف من الليلة في محطة مهمة محطة كما يقولون خلاصة رمضان نريد أن نقف فيها في هذه المحطة على مهل على تأمن وهي محطة ليلة القدر نحن الآن نقبلون على أول ليلة من الليالي العشر الأخيرة في مرمضان نسأل الله أن يجعلنا من أهل ليلة القدر اللهم أمين ليلة القدر أحبتي تختلف عن كل ليالي الدنيا وقد أخفاها الله عز وجل لسبب سأذكره أخفاها حتى نجتهد في كل الأيام يعني لو قال لنا أنها ليلة واحد وعشرين كلنا سننام في المسجد ليلة واحد وعشرين وباقي الأيام سنعود إلى حيث كنا حيث الأحد عشر شهر من السابقة ليلة القدر تتميز بأشياء نزول مخلوقات من السماء في هذه الليلة مباما لم تنزل من قبل أولا نزول القرآن القرآن نزل قبل ذلك ما نجدعه بالخلق نتكلم عن القرآن كلام الله نزول الملائكة نزول الروح سيدنا جبريد نزول السلام سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة الأمن والسلام من أقص خصائص هذه الأمة الأمة السلام فنحن أمة السلام أمة تدعو إلى السلام وتشتهد من أجل السلام وحياتنا وديداننا السلام فإذا قابل رجل أخاه وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد استبدلها بعض الناس استبدلوا بها الصباح الخير أو إلى آخره السلام حياتنا هي السلام وقد وصّلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام بيننا عرف الصحابة رضوان الله عليهم قدر هذه الليلة أن أقول لكم ربما تكون الليلة ربما بعد غدا وبعد غد الله أعلم بها أخفاها الله عز وجل لسبب الصحابة علموا قدر هذه الليلة فتاقت أنفسهم لمعرفة الليلة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم و يا رسول الله متى ليلة القدر معنى السؤال يعني اتعضفني لك القدر عشان نستعد كده وناخد أولادنا وزوجاتنا ونبيت في المسجد عشان نتعبد ونكون كأننا عبدنا الله 83 سنة كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بها لو لا خلاص كان كاد أن يتكلم هي غير الليلة كذا لو لا تلاحي فلان وفلان في اتنين تشجر مع بعض في البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر خرجا ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين الشكل مع بعض اتخصمهم فقال خرجت قال أي النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت خلاص تخيلهم اثنين اتخصموا مع بعض بس ليست كخصومتنا خصومتهم ليك كان حاجة كده لا تذكر يعني فرفعت ليلة القدر خلاص كان هي قال له خلاص لا تخبرهم بها عسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة التمسوها في العشر الاواخر تخيلوا التنازع والتشاجر سبحان الله التشاجر والتنازع كان سببا في خفاء هذه الليلة ماذا يحدث عندنا في بلادنا وفي بيوتنا ماذا يحدث بيننا وريدوا ان يستريح القضاء اياما قليلة القدر كل يوم بظهر عنده 300 ليه بلاد مسلمين هذه معقول هذا يا جماعة هذه ليلة القدر لو لا مشكلة حدثت بين رجلين لا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ونحن من بعدهم رضوان الله عليهم لا اخبار نبي ليلة القدر رفعت البركة بسبب هذه المشكلة وهذا التلاحي بينهم رفع علم ليلة القدر كان زمنا نعرفها الان تخيل انا وانت لما نتشاجر البيوت الاصدقاء الاحباب ارأيتم كيف كان او كيف كان ذم الملاحا والمخاصمة سببا في رفع هذه البتاع ده كأنها كتعقوبة كأنها عقوبة لنا الصفية اتنين منكم دي بيسموها بقى عقوبة العامة بسبب الخاصة لماذا هذا كيف بالمشاجرات بيننا ذكر العلماء ويقول لا علامات كثيرة انتم تعلمونها لكن اذكركم ببعضه قالوا ان من علامات ليلة القدر اه طمأنينة القلب المؤمن يطمأن ليلة القدر ويشعر بها في ناس كانوا يذكرون لنا انا اشعر ان ليلة القدر هذه لان القلب المؤمن يستشعر هذه الاشياء العظيمة التي من عند الله عز وجل وطبعا الرياح فيها ساكنة والشمس تقرد صبحتها ليس لها شعاع طب ليش الشمس ليس لها شعاع لان الملائكة التي نزلت طوال الليل حينما صعدت سدد اشعة الشمس الله اكتب الملائكة فتلاقي الشمس شعاعها ابيض نور الملائكة وليس لها الشعاع الذي يحرق او يصيب او او الى اخير بسبب ماذا الملائكة التي تصعد ليلة القدر يكفيك فيها غفران الذنب يكفيك فيها غفران الذنب كل ما سبق يغفر من يقوم ليلة القدر كما في الصحيين ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تخيل واحد عنده الف ذنب مليون ذنب وقام ليلة القدر ولا زنب صفحة بيضاء جديدة لا دا الواحد من يوم واحد رمضان حينام في المسجد عشان نجوف ليلة القدر دي خص الله ليلة القدر بالبركة ان أنزلناه في ليلة مباركة على القرآن الكريم تكتف فيها الأعمار والأرزاق كن مع الله عز وجل وأقم وجهك لله عز وجل في هذه الليلة ليبارك لك في رزقك في تلك فيها يفرق كل أمر حكيم يكفي أن الملائكة لو أخلصنا كادت أن تصفحنا أو تكاد تصفحنا تنزل الملائكة وضوح فيها ليلة خالية من الشر ليس لا شر هناك وهذه الليلة هي ليست ليلة خالية من الشر إنما هي لتكون الأيام كلها أيام سلام وأمان هي تعوض أعمارنا التي قصرنا فيها لأنك لو عبدت الله في هذه الليلة حق العبودية كأنك عبدته 83 سنة كما قالوا يستجيب الله عز وجل لدعائنا في هذه الليلة ويقضي لنا الحاجات وما أكثر حاجتنا وما أكثر احتياجاتنا لنا ولأمتنا ولأولادنا إلى آخره أما الدعاء في ليلة القدر فدائما كلنا نحفظه لكن أذكر نفسي وإياكم لما سألت السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا أكرمنا الله عز وجل بليلة القدر فماذا أقول يا رسول الله قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا فاللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إننا نعوذ بك من الهم والعزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا استر عوراتنا وآمن روعتنا وبارك لنا في بلادنا اللهم اجعل مصر رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين واحفظ مصر يا رب العالمين من كيد الأعداء إنك ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم